شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم جلسة رئيسية لدولة نارند رامودي رئيس وزراء جمهورية الهند ضمن اعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات الفين واربعة وعشرين التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الاول لحاكم دبي نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد انهيان نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كما حضر الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد أنهيان والسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أنهيان رئيس مجلس أشؤون الإنسانية الدولية والسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود والسمو الشيخ لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك انهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من كبار المسؤولين وخلال الجلسة توجه دولة ناريند رامودي رئيس وزراء جمهورية الهند بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات 2024 وقال التقيت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان عدة مرات خلال الفترة الأخيرة وهو قائد ذو عزيمة والتزام واعتبر دولة ناريند رامودي خلال كلمته أن القمة العالمية للحكومات أصبحت وسيلة فعالة لجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم معا على منصة واحدة مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لعبت دورا كبيرا في هذا الصدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة